تيه مستنية حد؟ مساء الخير؟ مساء الخير؟ مساء النور أنا جيت في وقت مش مناسبة لحاجة؟ لا أبداً، ده البجوانس أحمد أهلاً، أهلاً يا فندي، رأفة السيمرية أهلاً وسهلاً، أحمد الشيخ أهلاً، أهلاً اتفضل، اتفضل في المكتب جنم السفير اتفضل الحقيقة أنا آسف ما توقعتش أنه أنا اللي أسوأ، أنا ما توقعتش أبداً أنيجي فجأة كده أنا هستأذن حضرتك بأيء وهرجع عليك على طب استني من فضلك زهرة أنا ممكن أمشي بعدين بنتابل تمشي ليه؟ هو اللي لازم يمشي لأنه هو اللي جي من غير معايد يمكن عشان بتعود أن ده بيته؟ ما بقاش بيته خلاص من فضلك قعد استرهية حشان متحجينيش أكتر من كده ؟ ما بقاش بيه؟ أنا خلط أناك لازم أعمل تليفون قبل ما أجي أنا كنت متصور أن أنا ممكن أجي في أي وقت تلاقيني مستنياك؟ مش كده؟ ولا المفترض انا محدش يجيلي بيتي عشان انا كنت متجاوزك؟ في الحقيقة انا كنت متصور كده متصور ايه باش مهدس؟ اني هيحرم نفسي من الدنيا عشان حضرتك خونتيني؟ حضرتك واهم بس كان واهم جميل اه يا صغره جميل؟ صدقيني انا لما جيت البيت هنا من غير استئذان ومن غير تليفون ولايتك لوحدك وحواليك اليولاد متتصوريش انا كنت ساعدة ديه اسمعي باش مهدس لازم تعرف ان حقي مش نصيبي في شوية فلوس جمعناهم سوا بايام عمرنا لا انا حقي ان نعيش واختري الانسان اللي عيش معايا واللي اسق انه مش هيخضر بيا وعلى فكرة انا لو فكرت في يوم من الايام اتجاوز مش هتجاوز في السر ولا في الضرمة لا هتجاوز في النور قدام الناس كلها وانت اول واحد هتعرف معايا ان مش من حقك دلوقتي تعرف ده حقك يا مادام انا لم تكن مرحول لك انا لقد اتجاوز في السرح انا لم تكن اتجاوز في المقابلس انا لم تكن اتجاوز في حالك طب يلا حبيبتي اطلعين دايلا أخوكي وتعالوا وسلموا على أونجل من جنب السفير جنب السفير مش أهم من بابا ولا عز منه لحضرتك ما قلت الناش نسلم عليه يعني اي مش هجيجوا تسلموا عليه هو مش جاي لنا ولا يهم ويشوفنا هو جاي يضيف لحضرتك بابا بابا باي باي يا بابا مع السلم والله سلمك يا حبيبتي خد بالك من نفسك خد بالك من فحيتك يا بابا حاضر حبيبتي سلمي على ولدنا حاضر بابا مفاشة زشوفنا مفاشة تفاندان متشكر واسف قويها لانتأخير لأه أبدا أصل البشمعاندس أحمد فاجئني إنه جاي حاسبني بس خلاص مشي هم الولاد مجوش عشان أسلم عليهم ليه الولاد أصل حضرتك مش مطالبة بأي تفسير أو اعتذار زهرة أنا فاهم ومتفاهم الوضع كويس قوي وفاهم الأولاد مجوش يسلموا عليك ليه وفاهم كمان إن الأولاد لو كانوا حيجوا عشان يسلموا عليها وجود والدهم عمل حاجز ما بينهم ما بينهم وبالطبع لازم يلحظوا لولدهم هي دي طبيعة الأشياء أنت كمان لازم تدرك ده من هادرك إيه ولا إيه بس زهرة أنت لازم تغير المكان ده تعالي نخرج ولولي ساعة واحدة هتفتكر ده ممكن أرجوك تخلي ممكن زهرة أنا مش هقدر سيبك وانت في الحالة دي من فضلك مش عاوزة بتاكل ليه هم؟ أفندم؟ أفندم إيه؟ بقولك ما بتاكليش ليه؟ ما أنا أكلت أكلت إيه؟ الأكل زي ما هو وبعدين أنا طلبتلك الأكل اللي أنت بتحبيها اللي كلنا بنأكلها ساوا ببريسة وقعبنا في الهواء الطلق زي ما أنت عايزة يعني كل حاجة تكتح الشهي ممكن تاكل بقى مرسي قوي أنا أصلي شبعك بصدقك؟ أنا بصدقك في كل حاجة إنما في دي لأ تمام كان حضرتك بكمل أكلك؟ يبدو أن أنا كمان لازم أشبعها ليه لازم؟ بالطبعية بقى وعشان كلمة حضرتك اللي أنت قلتيها żeكه ليس شهر جدًا كم معكمة لا تخبرك لن تخبرك لن تأخبرك كيف أجري ولي دعني وزوضح أجري يحدث كلمة اللي ما قدرش أنساهم من الين معاها هما كمان ما قدرش ينسوك ليه من الهر زهرة زهرة أفندم واضح أني ما قدرتش أخرجك من اللي أنت فيه أنا أسفى قوي ممكن عاوزه أتروحي ممكن طبعا ممكن